مباراة قوية نظراً كمان لسخونة التصريحات قبل المباراة أنتونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي تكلم على برشلونة قبل اللقاء وقال إن برشلونة فريق ضعيف بدون كرة وإن إحنا مهمتنا إن إحنا نحرمهم من الاستحواز علشان نقدر نجريهم ووعب بتحقيق مفاجأة في ستانفورد بريدج المباراة طبعاً أهميتها كمان في إن هي تحدد مستقبل المدير الفني لتشيلسي اللي كان عليه لغة كتير الفترة اللي فاتت وكانوا بيتكلموا في إقالته ولكن الحاجة اللي خلت موضوع الإقالة يتأجل الشرط الجزائي اللي هو مقدر بتلاتين مليون يورو من تشيلسي لأنطونيو كونتي في حالة أعلانهم رحيله بالإضافة كمان إن المباراة ميسي بيحاول إن هو يكسر عقدة عدم تسجيله في مرمى تشيلسي لأن ميسي ما سجلش ولا هدف خلال المواجهات اللي كانت بين الفريقين أعتقد النهاردة أن موقع ستانفورد بريدج هتحسم بشكل كبير من الفريق اللي صعد برشونة هيحاول إن هو يعمل نتيجة تأمن له الصعود لدور التمانية من ملعب ستانفورد بريدج في إنجلترا يسهل على نفسه المأمورية تشيلسي كمان هيحاول إن هو يعمل نتيجة كويسة لأن هو هيكون على أرض ووسط جماهيره هي مباراة من أقوى المباراة في مباراة دور الستاشر أعتقد النهاردة الغلبة حتكون لبرشلونة في المباراة لأن برشلونة هو الأكثر خبرة نظرا كمان لنتائج الفريقين في بطولة الدوري اشتركوا في القناة